استقبل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة البروفيسور الهولندي توم دي جونغ وبحضور المعنيين من وزارة الصحة وفريق طبي من مجمع السلمانية الطبية ويستضيف مجمع السلمانية الطبية البروفيسور جونغ لإجراء عمليات جراحية لإصلاح عيوب خلقية للأطفال وذلك تنفيذا للتوجيهات السديدة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتكثيف برامج استخدام الخبرات الطبية العالمية المتخصصة لعلاج المرضى داخل البحرين هذا وسيقوم البروفيسور الهولندي بإجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات حسب جدول زمني يمتد خلال الفترة من السادس حتى العشر من مارس الجاري وهي الفترة التي سيمكثها خلال زيارته لمملكة البحرين لمدة سبعة أيام وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج زيارة الأطباء الاستشاريين للوزارة في إطار الخطة الرامية للاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية لعلاج الحالات المرضية الدقيقة داخل البحرين وتدريب الكوادر الطبية العاملة بالسلمانية طبعا هذه بحل جزء كبير من الحالات التي مفروضة تنطرشها للخارج لكن بعض الحالات التي تعذر حتى حلها بالطريقة ممكن أن يستفرون إلى الخارج وهي يكون نسبيا قليل الحقيقة العلاج في البحرين متقدم ولما يكون العلاج في وسط البحرين عندها وعند جماعة يكون أحسن من أن الواحد يروح بره وخوصا في مصريف بره منه ستسكن منه ستسفر كبيرة وللتغرب الحقيقة في مدة طويلة أثناء العلاج الحقيقة والمعاناة فيها أثناء بدي سأضافها للغربة يعني يعتبر شيء مضاعف في النسبة للعائلة والشخص الذي تلقى العلاج الحقيقة يعني مثل الحالة اليوم مثل الطبيب هذه يمكن أن نشاف له فوق العشرين حالة فيعني لو اضطرش عشرين نفر إلى الخارج ويمكن يروحون حق مستويات أقل من مستوى الطبيب الذي الزائر هذه وهي واحد من أحسن الأطباء في تخصصه في العالم فالواحد يعني هي بيكون فائدة للمرضى كبيرة وإن شاء الله للبحرين بعد بالنسبة للأخصائيين اللي يشوفون الحالات الصعبة هذه ويتعامل معها طبيب بهذه الخبرة طبعا فيه فائدة إضافية للأطباء في البحرين معظم الحالات اللي إن شاء الله الدكتور بيقوم فيها بتكون حالات لها علاقة بالكلة والمساكل بغي الأطفال هي حالات معقدة حالات صعبة شوية معظمها تعتبر تشوهات خلقية في الكلا أو في المسالك البولية هذه الحالات بتكون صعبة إجراءها فقط في البحرين بعض هذه الحالات كان نضطر مثلا أن نبعثها الخارج في السابق للعلاج في أماكن متقدمة جدا بس إن شاء الله بإذن الله ستجرى معظم هذه العمليات في البحرين أنا هنا لأتحدث مع زملائي في البحرين عن الأمراض المعقدة وكيفية التعامل معها وأعمل على المساعدة لإيجاد أفضل الحلول لبعض الحالات وبحثنا أيضا للتوسب للتعاون لزيادة عدد زيارات الأطباء من هولندا إلى البحرين في المستقبل